يحدث في مرات أن تصاب بآلام غير مبررة في عنقك أو رأسك أو أن تشعر بالدوار والغثيان والطرابات الهرمونات والغدد وتحديدا الدرقية منها فتلجأنا للبحث عن طرق طبيعية تساعدك على تجاوز الأمر ثم تطريقة مثالية بأسعك استخدامها لتتحايل على هذا كله وهي وضع مكعب من الثلج على المنطقة الخلفية من العنق وتركها عليهما لا يقل عن نصف ساعة يوميا وتحديدا عند الاستيقاظ من النوم وقبل النوم ليلا وبإمكانك فعل هذا في حال كنت تشعرين بالإعياء خلال ساعة نهار كل ما عليك فعله هو الانبطاح على البطن ومن ثم رفع الشعر نحو الأعلى وبعد ذلك تثبت من مكعب إلى إثنين من الثلج على المنطقة الخلفية للعنق الوضعية الأفضل هي مكعبي ثلج بطريقة رأسية ومن ثم تركهما وإغماض العينين مما لا يقل عن نصف ساعة ستجدين أن معظم أعراض التعب والإرهاق والكسل غير المبرر والغثيان وما إلى ذلك من المشاكل الصحية غير المفهومة التي كانت لديك قد تلاشت لعلك تتساءلين عن الأمراض التي بوسع هذه الطريقة أن تعالجها ولو من باب تهدئة أعراضها خفقان القلب الشعور بالغثيان والدوار الحرارة العالية الصدع المسمر آلام الجيوب الأنفية اضطرابات الغدد وتحديدا الدرقية الهالة السوداء أدنى العينين الصرار الوجه اضطرابات الهرمونات وتحديدا ما يؤثر منها على المزاج صعوبات النوم لا يعني السابق أنه ليس عليك التوجه للطبيب لكن عليك أن تعرفي أن العامل النفسي وأن التعرض للتوتر المستمر والإجهاد المتكرر وقلة النوم تلعب دورا كبيرا في كل ما سبق لذا فإن استخدام مكاعبات الثلج هي الوسيلة المثلى للتخلص من هذه الأعراض والإطرابات لسيما حينما تداومين عليها ما لا يقل عن مرات يوميا يحدث في البداية أن تشعر بالبرد الشديد وقد لا تطقين الثلج على عنقك من الخلف في حال كان لديك ارتفاع في درجة الحرارة لكن مع تكرار الاستخدام ستجدين أن الجسم قد اعتاد عليها ولم يعد يشعر بالقشعريرة والبرد الشديد بس تصبح هذه العادة من بين محطات سراحتك خلال اليوم ترجمة نانسي قنقر